تباين المواقف داخل أقطاب المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة وخصوصا القطبة السياسية بخصوص الموقف الموحد والنهائي من دعوة الحكومة الموريتانية إلى لقاء تمهدي قبل الدخول في الحوار السياسي وقد تمايزت الأحزاب السياسية إزاء الموقف من الحوار حيث ظل بعضها متمسكا بالرد المكتوب على مقترحات المنتدى قبل الدخول في أي حوار ذيما اتجه البعض الآخر نحو الدخول في الحوار التمهيدي للحوار الوطني الشامل ولا تزال النقاشات مستمرة في سبيل الخروج بموقف موحد ونهائي غير بعيد من ذلك لا يبدو البيت الداخلي لكتلة المعاهدة من أجل الوحدة والتناوب السلمي هادئا تماما فالأنباء القادمة من هناك تقول إن رئيس حزب التحالف الشعبي التقدم مسعود والبلخير دعا زميليه في الكتلة رئيسي حزب الوئام الديمقراطي الاجتماعي والصواب إلى عدم التحرك في وساطتهما باسم المعاهدة وهو ربما معطا يفسر السر في تواري الرجل عن الأنظار خلال وساطة الكتلة التي طافت بمختلف الكتل والقوى السياسية بحثا عن توافق يفضي إلى تنظيم حوار وطني تشارك فيه مختلف الأطراف وبين دعوة الحكومة ودعوة الرئيس الدوري للمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة إلى استئناف اللقاءات بين الطرفين يظل ملف الحوار السياسي في موريتانيا يراوح مكانه إلا من تصريحات هنا وهناك ومساع تطوف وتسعى بين المنتدى والنظام وكان النظام الموريتاني قد حدد نهاية شهر اكتوبر المنصرم لإجراء حوار وطني شامل قال البعض حينها إنه سينطلق بمن حضر قبل أن يؤجل لاحقا وإلى أجل غير مسمى